قلت أنها هي أكبر منظمة أو ثاني أكبر منظمة في العالم منظمة التعاون الإسلامي هل بكل صراحة تعتبر أن عمل هذه المنظمة هو بحجم هذه المرتبة؟ أولا دعيني أشكرك أنت أخي جزيل لتاحة الفرصة للإطلالة عبر سكاي نيوز وتحياتي للأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات للحديث عن منظمة التعاون الإسلامي وعن همومها واهتماماتها بكل صراحة قد يكون التقصير مشترك من جانب الإعلام ومن جانبنا نحن نبذل أنفسنا للإعلام بمختلف صوره وقنواته وكما تعلمين المنظمات المتخصصة خصوصا الإقليمية منها قد تهم المواطن في طل نطاق جغرافي صغير بينما منظمة التعاون الإسلامي كما ذكرته هي ممتدة من الشرق إلى الغرب وربع مليون من سكان الأرض كلها فبالتالي ليست الاهتمامات المشتركة لكن ملاحظتك في مكانها ونحن لدينا خطة إن شاء الله يعني بتضافر جهود الجميع وسكايو نيوز لها قصب السبق مع أخواتها من قنوات في المملكة العربية السعودية من أجل الإضاحة ما تقدمه منظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر